السلام عليكم طلعنا العزائي يا رب تكونون بالخير من قطعتنا حلوة بسيطة تحكي عن الكلوبال بيتزا الكاتب مالها اسمه كوني اودام تحكي عن البيتزا شون طورت وكيف نشأت كيف انتقلت الامريكا وصارت شائع فالغلوبال معناها عالمي انتشار على النطاق عالمي قل انت كنت الظن انه البرغر هو او الهامبرغر هو اكثر اكل شائع او اكثر اكل سريع شائع فاكولر معناها شائع فاست فود معناها الوجبات السريع مكدونالل's golden arches span the globe يقول بعد كل هذا الgolden arches هي الاقواس يعني الاقواس الذهبية او حرف الامر اللي هي وداية مكدونال ما تقول اترول بعد كل هذا مكدونالل's golden arches اسمه انتشار بالعالم مكدونالل يقول بس لا there is another truly universal fast food يقول بس مو مدون المنتشر there is another truly universal food يقول اكو وجبات سريعة او وجبة سريعة هي المنتشرة يقول the ultimate fast food يقول هو هذا الفاس فود اللي راح نحشان بشكل النهار يقول it is easy to make يقول هي تحضرها سريع easy to serve سهلة بالتقديم much more varied than the hamburger varied يعني مختلف يعني ممكن تجيب كثير flavors بكثير نكهات يقول 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 تغيرها به كانت يتغيرها بالعالم طيب النهار يقول ايقول يقول 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 أحد لأكلات المفضلة من قبل المركرين لعظة ترجمة لكثير من 50 سنة أفضل بدورة للطبع فراسيا تقلت بس لطيفة قلت보 حقا sinners لديها حجر من المضحك لديها خطير مضحك أنظر عن حظة لطيفة حجران لطيفة ترجمة نانسي قطعة فلات يعني مع السطح راوند مستديرة من الخبز كطبق كمعون أجت من الغريل يقولوا أكلوها مع أكلوها مع إضافات بسيطة مثل أكلوها مع إضافات بسيطة 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 لقد رحبتها وحبتها موجود طبعا الحدث المعارفة على شراقها والعامل بزاة إلى أمريكا بزاة من أمريكا مالي طالين مالي طالين المعنى حيثة القرن تساطاش مالي حيثة pizzeria and the united states was all pizzeria and in me canal and won't DAW me sail pizza in the united states was opened in 1905 with the house bill lfo set new comes hard on one 35 53 and a half Supreme Street New York City in New York by you now alone party دينارو لومباردي هذا الشخص اللي افتتاحه والذي بابية الحيوةOR البيتزا really exploded انتشر وفجر when American soldiers من الجنر للأمريكان رجعوا from Italy من إيطاليا after the World War II بعد الحرب العالمية الثانية and raved about that great Italian dish وبقوا يتكلمون بكثرة عن الطبق الإيطالي العامي و الأمريكان are now the greatest producers and consumers of pizza in the world تقول لهم بكم حاليا هما أكبر منتجين ومستهلكين للبيتزا بالعالم هسا رح نجي نحشة عن البيتزا trivia trivia هي المعلومات اللي مو مهمة غالبا ما تكون عفوا نوع ما يعني مضحكة بس هي يعني مجرد أرقام يقول النقل اللي يقول Americans eat 35 slice slice يعني شريحة وهذا المثلة من يتقصها اللي هو اللي هو ما نشوت السلايس هو هذا هذا السلايس الشكل اللي ينقطع من البيتزا يقول يأكلون 350 350 slice of pizza per second كل ثانية الأمريكان يأكلون 350 واحد من هذا النقطة ثانية يقول there are 61,269 بزاريا in the United States يقول أكثر من 61,000 مطعم يقدم بيزا بأمريكا النقطة الثالثة يقول بيزا is 30 billion per year يقول كل سنة صناعة البيتزا الدر 30 مليار الرابع يقول أكتوبر شهر العاشر is national pizza month هو يوم شهر العالم in the United States دائما هم معدهم كل شهر إلى أكل معين الناس تتوجه لها كنوع متأسوي شهر العاشر هو شهر البيتزا العالم رقم 5 يقول the world's first بيزرية the antique بيزرية port alaba هذا أول مطعم بدأ يقدم بيتزا بالعالم اللي هل كان مفتوحة maples in 1830 بالألف وثمان وثلاثين still there بعد مفتح الحد الله pizza hot pizza hot هذه ماركة مشكورة دار رأيك بصورتها لعمت راضي بهالشكل شركة بيزا has over 1200 12,000 أكثر من 12,000 restaurant مطعم and take away يعني إن شخص يوصي ويجي أخذها من المطعم ويطلع outlets in over 90 countries أكثر من 90 بلد take away outlets مطعم بس ما بها مكان تقعد توصي وتروح تاخذ اللي توصي وتطلع بدون قاعد يسمو take away out يقول الأمريكا بأمريكا pepperoni pepperoni هذا نوع من اللحم اللي هو بالضبط هذا غالبا ما يجيب لحم الخنزير بس ممكن يجيب غير لحم البقر أو غير يقول pepperoni is the favorite topping هو أكثر شي يحب أنه يكون فوق العجين أما الفيتزا anchovs هذا السمك اللي حتشين عنا is the least favorite هو أقل شي ما يحب هو هاي يقول جابان باليامان الإيل الإيل اللي هو هذا ما رسم في عمان البحار الكم الإيل and سكويد سكويد هذا الحبار يمكن اسمه are favorites حب in russia روسيا it's red hearing ماذا الحبار تريد هاي هذا الهرين نعم السمك حب البيتزا red hearing salmon and onion وبصر in brazil they like green peas البازاليا on their pizza in australia the favorites are shrimp shrimp هذا shrimp pineapple لأن الناس لأن الناس لأن الناس لبعا جدا مشهور كنوع من topping بالبيزا the french loves bacon لحم الخنزية and cream fresh يعني cream fresh على pizza on theirs طبعا هذه مكتوبة باللغة الدنماركية the english loves tuna and sweet corn الذرة الحلوة الهنا تقطعتنا سينزل هذا المقطع أتمنى أعجبكم سلام شكرا شكرا